اهلا وسهلا بكم احبائي في حلقة جديدة من برنامجنا المسيح في انجيل يوحنة بنتأمل مع بعض في لمحات عن شخصية المسيح تعليمه شخصيته جوهر جوهر ارساليته وبنحاول نصبر اغوار هذا الانجيل المبارك في اصحاح سبعة وصلنا في دراستنا لجزئية فيها الرب يسوع رايح يحتفل بعيد المظال لورشاليم وهنشوف حديث دار ليه مع اليهود الاول مع اخواته وبعد كده مع اليهود عن انه هو الماء الحي زي ما قال للسامرية في اصحاح 4 بتتذكره نوه عن الموضوع ده بشكل تاني او بزاوية تاني انه اللي عايز يشرب المية الحقيقية اللي هي بتروي عطشنا الروحي لحياة ابدية يأتي اليه انا المصدر الحقيقي للحياة الابدية وصلنا بنعمة الرب يا حبائي في جولة دراستنا لانجيل يوحنة اصحاح سبعة من الموصف يا حبائي ان الكتاب بيقول انه اخوة يسوع في البداية هنا في اصحاح سبعة لم يكونوا يؤمنوا به في عدد خمسة من اصحاح سبعة ما اعجب قلب الانسان يا حبائي لما يتأسه عاشوا معاه تلاتين سنة وشافوا حياته الكاملة الطهرة وعينه كمال محبته ولما وصل لسنة تلاتين سنة بدأ خدمته العلنية وانطلق في اظهار مجده ولهوته كابن الله المعلن لذات الله بدأ يبشر بالتعاليم السماوية وابتدأ يعلن عن مجده ولهوته وحقيقة سلطانه ويعمل معجزات هذا عددها وبرضه لم يؤمنوا اه من قساوة القلب الانساني لكن نشكر ربنا حبائي بيسرد لنا الوحي المقدس انه بعد موته وقيامته امن به اخوته اخيرا والحقيقة مش بس امنه لكن صاروا قادة واعمدة في الكنيسة ويعقوب ويهودة صاروا اعمدة في الكنيسة وكتبوا رسلتين من اروع ما يكون في العهد الجديد وهنا بس عايز اعقب واقول احنا النهاردة عندنا سجل كامل ووصف تام لحياة وتعاليم ومعجزات وموت وقيامة المسيح لكل المجد وكمان عندنا دليل بتاريخ كامل على كل ما فعله الانجيل في حياة الكنائس على مدار مئات السنين فارجوك يا صديقي يا عزيز المشاهد ما تضيعش وقت والفرصة للامام بالمسيح النهاردة يمكن الرب بيكلمك ودق على باب قلبك بكلمات بسيطة جدا من انسان ضعيف جدا فيه كمان حاجة مهمة قالها الرب في اية سبعة في النص اللي قدامنا ده وهي ان العالم بيبغضه لانه بيشهد عليه ان اعماله شريرة لانه الرب قدوس يا حبائه فهو لا يطيق الاثم والاعتكاف لا يطيق الخطيئة اطلاقا قدوس وبار ولازم يوبخ الخطيئة ويدعو الخاطئ كمان للتوبة وهنيئا لللي يتجاوب ويتوب ويقبل خلاص المسيح بالنعمة من خلال الايمان هنيئا ليك يا بختك يا اللي تتجاوب صح مع دعوة المسيح بتلاحظوا معايا حبائي ازاي كانت شخصية الرب يسوع المسيح متيرة للجدل باستمرار واراء الناس كانت متضربة للغاية البعض يقولوا انه صالح والبعض يضل الشعب وكان ما فيش حل وسط يعني يا كده يا كده على النقيد شان كده قال الرب في مكان تاني يا اما تكون معايا يا اما تكون علي ما فيش يعني in between ما فيش بين البنين ما فيش فتور في حياتنا في علاقتنا مع الرب يا حار يا بارد زي ما قال لملك كنيسة اللاودوكية في رؤية اصحح ثلاثة بتذكروا في آية 13 في الفصل اللي قدامنا ده بنشوف شيء مؤسف انه الخوف لجم افواح الناس حتى اللي كانوا معجبين بيه وامنوا بيه اه يخسارة برضو في خوف جواهم حذار يا احبائي الخوف يعيق شهادتنا والنهاردة احيانا بنشوف ناس بيتكلموا عن المسيح داخل الكنايس وفي اوساط المسيحين لكن لما يجي الوقت يخرجوا ويتكلموا عن المسيح برا ويقرب ايمانهم نلاقيهم بيترددوا احيانا وبيسكتوا وبيتكسفوا وبينكروا في عبارة مهمة ومخيفة قالها الرب ليه المجد ان اعترفنا به قدام الناس هو كمان هيعترف بينا قدام الآب السماوة والعكس صحيح على فكرة لو انكرناه هينكرنا الكلام ده قاله في متى عشرة اتنين وثلاثين العبارة اللي قالها الرب في اصحاح في نفس الاصحاح ده اصحاح 7 من قاية 19 قاله كانت بمثابة صفعة شديدة لكرامة وكبرياء اليهود ورؤسائهم اللي كانت حياتهم مليانة مراءة وازدواجية كان عندهم نموس موسى وما عملوش به ولا قطعوه وراحوا يزيدوا ويقلفوا وصايا وتعاليم بشرية ما امرش بيها الرب خالص ولا طالب بيها الناس ابدا هم زي ما قال الرب حطوا احمال ثقيلة على الناس لهم قدروا يشلوها ولا حتى رفعوا اصبعهم عشان يساعدوا الناس على حملها اه من التدين الزائف اه يا حبائي ربنا يحفظنا من التدين الزائف بس المنظر من بره حلو من بره زي ما قال الرب كده زي القبور المبيضة من بره لكن من جوه مليانة نجاسة وعظام موت وعفن اه يا حبائي ربنا يساعدنا ربنا يساعدنا ان احنا نمش بس نطبق حرفية النموس لكن نعمل بروح النموس الوصية روح الوصية ونكون محبين وروح ماء لينا احشاء المسيح وقلبه المليان حنان على البشر ليه الرب كل المجد احبائي في اسم المسيح ربنا يبارككم ونتقابل في الحلقة الجاية اشتركوا في القناة